بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في سلسلة تعليم برنامج الانسز ميكانيكا التوتوريال. مازينا شغالين في الشابط الرقم ستة الخاص بسري دي في التمرين اللي عندنا احنا عندنا آآ براكت حرف مصنوعة من المدرس عبارة عن آآ اي بتساوي متين جيجا والبواصين الرشي عبارة عن ثلاثة من عشر. زي ما هو واضح فيه شكل المنزور المنزور اللي عندك هو اللي ابعد كلها عبارة عن بي السنتيمتر. شكل حرف الا يلاك اللي رسفاة بتاعه عبارة عن التلات سنتيمتر فيه الطول بتاع اللي هو عبارة عن التمانية. والسمك بقى سواء هنا او هنا كان عبارة عن واحد سنتيمتر. وعمل آآ آآ كنتو آآ واحد سنتيمتر. بعد كده هبدأ اياه من التوازم السلطلات في الجزء اللي الورق من النسبة ليه البراكت او نقل الحين مكان بقى اللي هبدا ينتسبك فيه. ويقال لك اللي ابعد هاته عبارة عن ثلاثة في تمانية في واحد سنتيمتر. البراكت الحرف ايه اللي كان السمك بتاعها كان عبارة عن اربعة سنتيمتر. وقال لك ان البراكت ده هتكون متسبتها من الجزء ده وعليها كنت واحد ميجا بس كال. هو المطلوب ايه? اه ده انت هايب مطلوب بينك اللي انت بدأ تحسب وتبدأ تحسب يعني احنا عاوزين نبدأ نحسب اللي بيأثر اللي عندك سواء بقى جاي لك انت عندك هنا يونفورم برشار كنت واحد ميجا بس كال. وعازك تبدأ تحسب الاجهادات بقى وتشوف بيستخدام بقى نظرية اه اه وتشوف اقصى الجهاد عندك بيحصل على البراكت ده نتيجة الحمل اللي هو اللي انت مأثر به في الشكل اللي عندك. هنبدأ نعمل ايه? هنبداء نروح نرسم بقى الموت بتاعنا ده بس باستخدام بقى مين؟ باستخدام برنامج السلد وقت احنا عايزين نبدأ نخش على برنامج السلد ونروح ناخد ده الرسمة اللي احنا رسمناه على برنامج السلد ونروح على برنامج الانسز ونبدأ نقامل عليه. طيب هنروح ليه برنامج السولد وورك وهنبدأ نرسم شكل المودة بتاعنا. المودة بتاعنا هنبدأ نخش على برنامج السولد وهنبدأ نعمل اول حاجة نيو وهنبدأ نختح القناة بتاعة البارت ونبدأ نعمل اول حاجة فيه برنامج السولد اه بنبدأ نحدد المستوى اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه. باستخدام بتاع الامر هنبدأ نرسم شكل الحرف اللي بتاعنا شكل تقريبي وبعد كده نبدأ نديله العبادة كان عندي الارتفاع ده كان عبارة عن تلات سنتي يعني تلاتين ميلي والجزء ده كان عبارة عن واحد سنتي اللي هو عبارة عن العشرة والطول ده كل عبارة عن تمانية والسمك ده عبارة عن عشرة ميلي ميلي قالك انت عندك هنا الارت ده عشرة وتبدأ تعمل علامة صح ونقش على القانون بتاعة وبكده بقى انت خلصت رسمة بتاعك وتبدأ تعمل بقى امر اه المسافة اللي هي كانت عبارة عن اربعين اللي هي عبارة عن اربعين ميلي متر نعمل علامة صح ونختار وندوس كده بشكل المودل بتاعنا او شكل حرف اللي احنا عملناه بكل سهولة على برنامج الصلد كل المائس بقى نبدأ نعمل ايه اه ده هو يبقى عندك هنا في اه متوازن مستطلات قالك ده اللي هتبدأ تسبك منه ويه اللي بقى بتاعته عبارة عن تلاتة في تمانية في واحد سنتي يعني هيبدأ بارتفاع تلاتة سنتي والعرض بتاعه كله عبارة عن ثمانية والسمك بتاعه اللي هو عبارة عن واحد سنتي نروح على المستوى السطح ده ونبدأ نعمل ونبدأ نعمل ونجيب بقى الامر بتاع المستطيل ونبدأ نرسم آآ مستطيل والمستطيل ده احنا عايزين نبدأ نديره الابعاد بتاعته اللي هو عبارة عن ثمانين في الارتفاع بتاعه اللي هو عبارة عن التلاتين او التلاتة سنتي وعايزين نبدأ بقى نوزن بقى او نبدأ نوسط بقى الكلام ده نقول والله اللي انا عندي المسافة من الجزء ده للمسافة لغاية الجزء ده او الخط ده كميتها عشرين والمسافة من الجزء ده لحد الجزء ده اللي هو الارتفاع ده احنا عايزين نخليها في المنتصف دي عبارة عن الواحد ودي التلاتة يبقى المسافة دي عبارة عن العشرة ميلي وتحتها تكون عشرة ميلي يبقى انت كده تمام وتروح على امر بتاع الفيتشر وتبدأ تعمل ونبدأ ننزبط كده بشكل المنظور بتاعنا هتلاع عندك هنا امر المسافة اللي هي عبارة عن واحد سنتي اللي هي عبارة عن العشرة ميلي نبدأ نعمل علامة صح وبكده بقى شكل المودل بتاعنا جاهز اللي انت هتبدأ تاخد بقى الكلام ده وتروح على برنامج هنسيف بقى المودل بتاعنا وهنحطه على هنروح على برنامج ونبدأ نفتح والماتيريال اللي عندي عبارة عن الستيل وكانت الستيل اللي كانت عبارة عن امتين باعشرة وستلاتة في امتين باعشرة وستلاتة ميجا بسكال في فعاية تغيير بالنسبة للماتيريال وبعد كده هبدأ اخش على الجوميتر وهبدأ اعمل بقى ايه هبدأ اعمل امبورت للملافت التالي هدقط كليك يمين وهعمل براوز وهبدأ اختار من الديسكتوب ويختار الرسمة اللي انا رسمها على برنامج لنس رسمها على برنامج ممكن اقدر بقى اخش اشوفها كعلى برنامج افتح كليك يمين واضغط على البرنامج وابدأ اخش اشوف شكل المودل بتاعي لو انت عملت اي امبورت ليه آآ رسمة عندك في اي برنامج هيفتح عندك دي الطريقة دي بس انت بنائس تدقى بس جنريت عشان يبدأ يقرأ الرسمة اللي هو اللي انت رسمها على البرنامج ادي شكل المودل بتاعنا اللي احنا رسمناه وبكده يا بانت خلصت المهمة الاولية في رسم المودل ورسمنا المودل باستخدام برنامج غير برنامج هنخش بقى على ونبدأ نعمل زي ما احنا متعودين احنا بنعمل سلقة اطوات بنعمل بنعمل بنعرف بنعرف المش ونختار المش المناسب او بالنسبة للحل بتاعك ونحط بقى النقطة في التثبيت وبعد كده نبدأ نعمل ونطلع النتائج اللي المحزن هابدأ اتأكد من المسألة بتاعت اللي هي بتاعت المصنوعة من الستيل وهابدأ اعمل جنريت مش. قادي شكل المش اللي هو اقترحه علي البرنامج انت ممكن تعمل بقى تغير بقى في ويه تقول له ان الجسم ده كله نختار المنصات تحتك عبارة عن خمسة ملي متر. ونبدأ نعمل افضيط. فده شكل المش اللي هو مقترحه عليك انت ممكن تقدر تغير فيه برضي يعني انت ممكن تقدر تغير فيه الكلام ذا. بعد كده هتبدأ تعمل انت كان عندك قال لك انت عندك تسبيت من البزء اللي واره ده. البزء ده متثبت. وعندك بقى كومت ايه عندك هنا هنجيب بقى قيمة البروشر ونحطها على مساحة السطح ده. ونختار ونخليها بقى عبارة عن آآ في الاتجاه بتاع الواي. وهنسميها بقى هنا او كوموتها بقى بتكون عبارة عن واحد ميجا بسكال. بالنسبة لي اللي هو اللي لك عليك. بعد كده نبدأ نضغط على آآ ونبدأ نشوف بقى النتائج والمطلوب عندك ايه اه انت مطلوب عندك قيمة ومطلوب عندك قيمة هنروح على ونختار آآ ونختار آآ ونختار آآ وممكن نطلع على ونقدر نطلع كمان آآ عشان نقدر نطلع منها آآ اه من عشرة. وكومة كانت عبارة عن اتنين واربعين آآ ميجا بسكال. كانت اعلى كومة آآ ظهر لك في الجزء ده طبعا زي الشكل ده الشكل ده يعتبر زي شكل عليه ومتثبت من الجزء ده فانت عارف ان اعلى آآ كومة اجهاد بتأثر عندك في الجزء اللي عندك. والماكسوم شير سترس طلعت عندك باتنين وعشرين ونص ميجا بسكالت. ومعامل امان طلع معاك بخمسة وثمانية آآ طبعا الكلام ده هيكون عبارة عن سيء. احنا كده النهاردة عملنا ايه في التمرين بتاعنا النهاردة حاولنا ان احنا نجيب تمرين آآ زي تمرين متاع البراكت وروحنا رسمنا بقى الموديل على برنامج الصولد وعملنا بقى من الصولد لبرنامج الانسز وبدأنا نحط زي ما احنا متعودين وطلقنا النتائج زي والاسترس وآآ معامل الامان بالنسبة لشكل له ده. احنا كده آآ خلصنا التمرين بتاع النهاردة وان شاء الله ننتقل في تمارين اخر.